أنت لا تدعو الله عز وجل إلا إذا أيقنت أن النافع والضر هو الله أن الشافي من الأمراض هو الله أن الرزاق هو الله أن الذي يرفع عنك البلاء هو الله ولذلك تلجأ للدعاء حال الضر والشدة والبلاء أي تدعو الله فقط عند الحاجة عند السؤال عند المرض عند الأزمات وهذا فهم الخاطئ لأن الدعاء عبادة والعبادة مستمرة من شأن العبادة أنها دائمة ومستمرة في كل وقت وحين فكما تصلي في اليوم خمسة أوقات في اليوم والليلة كذلك تدعو الله عز وجل في كل وقت من الليل أو النهار في كل ساعة لعلك أن تصادف الساعة إجابة كذلك تدعو الله عز وجل ليس في الشدة وفقط ولكن في الرخاء أيضا لا تنتظر حتى تمرد لتدعو الله لا تنتظر حتى تفتكر لتدعو الله ولكن أطرق باب السماء دائما وأبدا في كل وقت وفي كل حين لايكي ترجمة نانسي قنقر